تابع جلالة الملك عبد الله الثاني خلال لقائه معنيين في قطاع الطاقة التقدم في مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي في القطاعات والملفات التي تم إنجازها وأكد جلالته بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العد أهمية التحديث المستمر لخريطة الأردن الاستثمارية لقطاع التعدين والترويج لها بفعالية من خلال وزارة الاستثمار لجذب المستثمرين وتزويد الشركات بمعلومات حديثة ولفت جلالة الملك إلى ضرورة وضع جدول زمني لتحويل مذكرات التفاهم الموقعة إلى عقود استغلال في مجال التعدين مبينا أهمية وجود خطة لتوظيف الغاز المتاح لفائدة القطاعات الاقتصادية وأتحدث خلال اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاوني وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابش حول أهم المبادرات التي أنجزت وهي الاستراتيجية الوطنية للتعدين ومراجعة الهيكل التنظيمي وتطوير المنصة الإلكترونية وتم تحديد أبرز معيقات العمل وقدم الوزير شرحا حول مناطق التعدين بالأردن والتي شملتها مذكرات تفاهم وتعاون كما جرى استعراض أبرز المشروعات الجديدة منها البازلت والسلكة وأهم النشاطات المرتبطة بمجال استكشاف النفط والغاز وأنشطة وزارة الطاقة حول الهايدروجين الأخضر كما تحدث رئيس مجلس مفوضي هيئة الطاقة الذرية دكتور خالد طقان عن مشروع اليورانيوم الأردني وتقدم في استكشاف وتعدين اليورانيوم ترجمة نانسي قنقر